الألمانية أنجلا ميركل العمل ورفع مستوى الرفاهية لشعوبنا وزيادة التنافسية بين الاقتصاد في كل البلدين وأيضا نحاول أن نحافظ على المضي قدما فيما يتعلق في الاستثمار والتجارة والمفاوضات وسوف نناقش المزيد في هذا المساء عبر الاجتماعات الثنائية أيضا التعاون في منطقة اليورو وأيضا دعم الاقتصاد في هذه المنطقة واقتصاد الولايات المتحدة فمن المهم أيضا أن يكون هناك رغبة في التغلب على التحديات الخاصة بالمنطقتين والتي نواجهها سويا فيما يتعلق باللاجئين والهجرة غير الشرعية أيضا بالنسبة لتغير المناخ والفرص الاقتصادية والطاقة فقد تم توقيع اتفاق بشأن تغير المناخ وسوف يتم تنفيذه في أقرب وقت ممكن وأيضا هناك تقدم ملموسة فيما يتعلق بالمواد الهايدروفلورو كربونية وأيضا المستشارة ميركل تكلمت عن التحديات الأمنية أيضا نحن نشارك في التحالف لمكافحة داعش وأيضا هناك تعاون فيما يتعلق بالوضع الأبنية في العراق وإعادة المناطق التي تم تحريرها من داعش وتحقيق تقدم في هذا الأمر هناك أيضا خطوات تم مناقشتها لدعم الحملة المتعلقة بالمساعدات الاقتصادية للعراق وأيضا آليات التي سيتم تنهولها خلال قمة الثمانية في اليابان في المستقبل القريب أيضا بالنسبة لأوجه التعاون فيما يتعلق بسوريا والعراق وأيضا المقاومة هناك وأيضا الوصول إلى حال سياسي للأزمة السورية بين المقاومة والحكومة السورية والوصول إلى حكومة تمثل كل الشابة السورية أيضا الأحداث الإرهابية التي حدثت في باريس وبروكسل وفي أماكن مختلفة من العالم الأحداث الإرهابية والأحداث المأساوية التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط أيضا نقشنا الحفاظ على التعاون الأمني سويا في أفغانستان سوف نواصل تعزيز القوات الأفغانية لمحاربة القاعدة وطالبان وداعش سوف ندعم الشعب الليبي والحكومة الليبية لتغلب على المخاوف الأمنية في هذا البلد واتفقنا على أن الولايات المتحدة والبنية ستحافظ على الشراكة القوية بين البلدين وأيضا الوصول إلى حلول لمحاربة الإرهاب والوقاية من هذه الأجامات الإرهابية في المستقبل وتعزيز التعاون بيننا وبين أوروبا أيضا ونقدر تماما الحريات والخصوصية للشعوب هنا في هذا البلد وفي الولايات المتحدة وأيضا أشكر مرة أخرى التزام المستشارة أنجلا خلال فترة التعاون فيما بيننا في متعلق بالأزمة السورية وأزمة أخرى في المنطقة وربما أنها كانت تعمل خلف الستار فالمستشار أنجلا لديها جهود حثيثة لدعم الحقوق وتوفير ظروف معاشية أفضل للشعوب ونقشنا أيضا الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وتحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي وتركيا فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية أيضا نقشنا أهمية الحفاظ على قوة التحالف فيما بيننا والتحالفات والحاملات المشتركة أيضا التوجيه اللازم لحلف الناتو والأنشطة المزعومة والالتزامات المتعلقة بحلفاء حلف الناتو في مكان مختلفة نرحب أيضا تشكيل حكومة جديدة في أوكرانيا لمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وفي قطاع الطاقة التي ستعود بالنفع على الشعب الأوكراني أيضا المستشارة ميركل سعتح بجهود مضنية للوصول إلى حلول سلمية في أزمة أوكرانيا وأيضا العقوبات التي فردت على روسيا يمكن أن يتم رفعها بمجرد الالتزام روسيا بالاتفاق الذي تم الوصول إليه أيضا اليوم سيكون هناك اجتماع مع المستشارة إنجلا والسيد كاميرون وأولند وسيكون هناك اجتماعات مقبلة أيضا مع العديد من الشركاء لتعزيز العلاقات والنظر كيف أن الولايات المتحدة تقدر التحالفات عبر الأطلسي وتعزيز هذه العلاقات بشكل مشترك شكرا جزيلا معنا السؤال التالي من مرسل لأكالة الأنباء الألمانية سيدة الرئيس أوباما في العديد من المرات حدثت عن الحديث عن اتفاقيات بي إي مع أسيا والمشكلات والقضايا الاتفاقيات التي أبرمت هل هناك رسائل بأن هناك المظاهرات بالأمس بشأن هذه الجزئية وأيضا القضايا الرئيسية المتعلقة بهذا الأمر والقضايا الانتخابية في بلادنا في الولايات المتحدة أيضا هل هناك تقدما في هذه الاتفاقات بنهاية العام هل سيتم الانتهاء من مسألة التي بي بي وأيضا أما سيتم الانتظار حتى يتم اعتماد هذا الأمر بشكل مؤقت وأيضا بالنسبة للمستشار المركل لقد صرحت بالأمس بأنك تؤيدين وجود منطقة آمنة في سوريا ورئيس أوباما قال من قبل بأنه يعارض هذه العملية وأيضا قال بأن ذلك سوف يتطلب قوات عسكرية على الأرض لحماية أمن وسلامة الناس هناك هل هناك محاولات لإقناع رئيس أوباما لإعادة النظر في موقفه بشأن هذه الإجراءات الخاصة بمنطقة عازلة أو أمنة وأن يتم فرض سلامة الناس على الأرض كما يتعلق بالتجارة في مختلف أنحاء العالم هناك عولمة بين مختلف الصعوب وأيضا التجارة قد حققت العديد من الفوائد للعديد من البلدان التي شاركت في هذه الجوانب التجارية